خريطة العمليات 2 السفر إلى كندا ستزويدك المنظمة الدولية للهجرة بمعلومات سفرك من الطبيعي أن لا تلم بجميع هذه المعلومات إلا قبل مغادرتك ببضعة أيام في طريقك إلى كندا رحلتك قد تكون طويلة ومضنية من الشائع أن تستغرق السفرة ساعات عديدة أو بضعة أيام سيكون هناك إجراءات عديدة لابد من إتمامها في المطارات في طريقك إلى موطنك الجديد وقد تحتاج إلى المرور بهذه الخطوات أكثر من مرة خصوصاً إذا كنت تحتاج إلى أكثر من رحلة جوية واحدة لبلوغ وجهتك النهائية الخطوة الأولى توجه إلى المطار الخطوة الثانية استلم حقيبتك التي تحمل شارة المنظمة الدولية للهجرة مثل هذه احتفظ بهذه الحقيبة واجعلها مرئية وآمنة أثناء كامل رحلتك الخطوة الثالثة اذهب للتسجيل لدى شركة الطيران في المطار سيقوم موظف شركة الطيران بتسليمك بطاقة الصعود وتسجيل الأمتعة قم بوضع أمتعتك على الميزان ليتم وزنها ووضع شارة عليها وستترك أمتعة الشحن لموظف شركة النقل الجوي من أجل تحميلها على الطائرة فقد حافظ على حقيبة يدك والأغراض الشخصية معك عندما تكون في المطار أو على متن الطائرة أو في حالة عبور تأكد من أن أسرتك مكتملة ومجتمعة وراقب أطفالك الخطوة الرابعة اجتز إجراءات الأمن في المطار تابعاً للمطار ستعبر نقطة التفتيش الأمني عند الدخول وأو بعد التسجيل بمكتب شركة الطيران أنت وأمتعتك ستحتاجون إلى المرور عبر آلة المسح الإلكتروني اتبع تعليمات الموظفين الذين يفتشون عن البضائع الخطيرة في أمتعتك وتلك التي قد تحملها معك وقد يحتاج موظف مسؤول إلى تفتيشك يدوياً للتأكد من عدم حملك لأية مواد خطرة الخطوة الخامسة أتمم إجراءات الخروج هذا قد يشمل تقديم وثائقك لمسؤول حكومي للتفتيش عند الخروج من بلد ما الخطوة السادسة اركب الطائرة انظر إلى بطاقة صعودك الطائرة لمعرفة الرقم المحدد لبوابة المغادرة هناك ستنتظر لحين ركوب الطائرة أصغي جيداً لأي إعلان في حالة وجود تعديلات أو تأخير الخطوة السابعة استمتع بالرحلة بما أنه من الشائع أن يستغرق السفر ساعات عديدة أو حتى بضعة أيام إليكم بعض الأنشطة التي يمكن فعلها أثناء الرحلة ألقي نظرة على نظام التسلية أثناء الرحلة تناول الوجبات واشرب الكثير من السوائل تسلية الأطفال وتهديئتهم على مقاعدهم تناول الأدوية عند اللزوم تحدث بصوت خافت مع الركاب الآخرين استخدم المراحيض والنوم والاسترخاء اتبع تعليمات المضيف أو المضيفة عليك أن تربط حزام الأمان أثناء الإقلاع والنزول وعندما تضي أعلامة ربط حزام الأمان يحضر أيضاً إخراج معدات السلامة مثل سترة النجاة من الطائرة الخطوة الثامنة العبور الترانزيت قد لا تكون هناك خطوط مباشرة بين كندا والبلد الذي تعيش فيه وقد تحتاج إلى أكثر من رحلة جوية واحدة لبلوغ وجهتك النهائية موظف قسم العمليات في المنظمة الدولية للهجرة أو من دوبون من المنظمة قد يقومون بمساعدتك خلال مرحلة العبور الخطوة التاسعة الوصول إلى كندا الخطوة العاشرة تلقى المساعدة في المطار خدمات الاستقبال في المطار في كندا سوف تساعدك في إتمام إجراءات الهجرة والجمارك فضلاً عن التوجه إلى وجهتك النهائية تأكد أن جميع أمتعتك ووثائقك معك كل الوقت احتفظ بحقيبة منظمة الدولية للهجرة وجعلها مرئية وآمنة ليتسنى للأشخاص التعرف عليك الخطوة الحادية عشرة أتنم إجراءات الدخول لدى الوصول إلى كندا سوف تخضع الاستجواب موجز مع موظف في المطار ثم سيطلب منك التوقيع على بعض الوثائق الوثائق التي تحصل عليها لدى وصولك إلى كندا هامة جداً احفظها في مكان آمن عندما تنتهي من ذلك ستصبح مقيماً دائماً متمتعاً بالحق في العيش في كندا استلم أمتعتك من الحزام المتحرك تأكد من أن الأمتعة هي لك قبل أخذها حظاً موفقاً في رحلتك إلى كندا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر